شهد سمشي خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرانية سباقات موهوبي رياضة السباحة نعم والتي أقيمت ضمن مبادرة تعليم وتدريب السباحة لعشرة ألاف طفل وشاب خلال عام والتي أطلقتها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع اتحاد السباحة وذلك بمسبح الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية ولد وصول سموه كان في مقدمة مستقبليه سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهيجي الأمين العام لللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد البحريني للسباحة المستشار الدكتور محمد مجبل وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومدراء اللجنة الأولمبية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بمشاركة هذا العدد الكبير من السباحين في مبادرة تعليم وتدريب عشرة آلاف طفل وشاب خلال عام والتي تأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم الاتحادات الوطنية ومن بينها اتحاد السباحة الذي يعنى برعاية هذه الرياضة الأولمبية الهمة وأضاف سموه أن رعاية المواهب الرياضية تحظى باهتمام بالغ لدى اللجنة الأولمبية البحرينية حيث وجهنا بإطلاق برنامج صناعة الأبطال والذي تندرج من خلاله هذه المبادرة إمانا منها بأهمية توفير الدعم والأجواء المثالية أمام الموهبين للتميز والعطاء لتخريج كوكبة من العناصر الوعدة لرفض منتخباتنا الوطنية في مختلف الألعاب وفي مقدمتها لعبة السباحة التي تعد واحدة من أكثر رياضات شعبية وأهمية وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أعجابه بما وصل إليه البرنامج من مراحل مشيدا بالجهود التي بذلها الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية واتحاد السباحة لاستقطاب أكبر عدد من السباحين والسباحات مؤكدا أهمية استمرار البرنامج لما له من فائدة في تعليم وتدريب السباحة ليس من أجل الرياضة فقط وإنما الحد من حوادث الغرق مؤكدا سمو استمرار اللجنة الأولمبية في دعم الاتحادات من خلال برنامج صناعة الأبطال لتمثيل المملكة خير تمثيل في مختلف المحافل الخارجية وقبل بداية الفعالية قدم رئيس الاتحاد البحرين للسباحة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عرضا عن آخر المستجدات الخاصة بمبادرة تعليم وتدريب عشرة آلاف طفل وشاب من كلا الجنسين حيث بلغ أعداد المتدربين أكثر من ستة آلاف سباح وسباحة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو الماضي وما يعني الوصول إلى حوالي ستين في المئة من الهدف المنشود خلال حوالي أربعة شهور فقط كما استعرض المراحل القادمة للمبادرة وأهدافها والأكاديميات الشريكة في إنجاز المشروع بعد ذلك تابع سموه سباقات السباحة للمواهب العروض والسباقات التي قدمها السباحون وسباحات من الأطفال وسط تشجيع حار من أولياء الأمور لهم وفرحة عارمة بحضور سموه لمتابعة أبنائهم وفي نهاية الفعالية قدم رئيس الاتحاد المستشار الدكتور محمد مجبل درعا تذكاريا يحمل شعار المبادرة تقديرا وعرفانا من الاتحاد بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لرياضة السباحة قبل أن يتم التقاط صورة جماعية لسموه مع الأطفال والأطقم الفنية والإدارية ترجمة نانسي قنقر